أهم جداً وإحنا نبتدي مع حضراتكم أخبار مصر وحنحاول بعدها أهم الأحداث اللي حصلت في مصر وأهم الأحداث اللي حصلت في شارك الأوسط والعالمي وإذا تبقى الوقت ممكن نقول بعض الأحداث الأخرى ولكن حاولنا أنحنا نقول لحضراتكم أهم حاجة حصلت بالنسبة للحقيقة النهاردة في مصر كمة سريعة ما بين الرئيس السيسي والرئيس البشير رئيس السودان حيث استقبل اليوم في استقبال رسمية الرئيس السيسي عند الطيارة الحقيقة استقبل الرئيس السوداني عمر البشير الذي أتى إلى مصر في خطوة هامة جداً نحو عودة العلاقات بين البلدين لطبيعتها مرة أخرى بعد أن كانت هناك بعض الملفات اللي أصارت يمكن بعض من الجدل وبعض من الأمور الصعبة ما بين البلدين كان طبعاً يعني من ضمنها طبعاً موضوع حلايب وموضوع وشلتين وموضوع سد النهضة وفي بعض الموضوعات الأخرى ولكن هذه الزيارة هي الزيارة الأولى التي يقوم بها البشير منذ عام 2016 تأتي بعد انفراج التوتر في العلاقات بين البلدين وكان لو تفتكروا برضو كان فيه استدعاء للسفير السوداني والحمد لله عاد السفير السوداني إلى القاهرة مطلع هذا الشهر وكان فيه لقاء جمع ما بين الرئيس السيسي في القمة الأفريقية والرئيس السوداني وأيضاً رئيس وزراء أسيوبيا اللي تقدم استقالته ديسالين ودي كانت من بداية محاولة عودة العلاقات إلى طبيعتها الجيدة هناك يمكن نشوف مع حضراتكم تقرير هذا التقرير هيدينا فكرة شاملة عن الزيارة النهاردة كانت زيارة سريعة وكان فيه مؤتمر صحفي وحضر الرئيسين معاً أيضاً الاحتفالية احتفالية الحقيقة كانت احتفالية للأسرة المصرية وحضروا برضو فيلم حكاية وطن وهنشوف برضو بعد هذا الجزء هنشوف مع حضراتكم أيضاً منشطات الصحف كانت ماذا تقول عن هذه الزيارة وهذه القمة ترجمة نانسي قنقر 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 في إطار سلسلة اللقاءات الأخوية التي جمعت الرئيسين لمرات عديدة سواء في القاهرة أو الخرطوم أو المحافل الدولية والإفريقية المختلفة وصل الرئيس السوداني عمر البشير في زيارة سريعة للقاهرة تستغرق يوما واحدا التقى خلالها الرئيس عبدالفتاح سيسي وذلك في إطار مواصلة التشور بين الرئيسين وبحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين في كافة المجالات وبما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين المصري والسوداني الشقيقين وعقد الرئيس مؤتمرا صحفيا أكد خلاله الرئيس السيسي عزم مصر العمل مع السودان وبالتعاون مع إثيوبيا تحقيقا للمنفع الجماعية من مياه نهر النيل دون الحق أي ضرر بأي طرف وأعلن رئيس العمل على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وتفعيل الآليات المشتركة بين البلدين والمماثلة في عدد من اللجان والهيئات تأتي هذه الزيارة الكريمة من الأخ الرئيس عمر البشير والوفد المرافق لتعكس الروح الإيجابية بين البلدين والحرس التام على تعزيز التشاور والتنسيق وتوثيق أواصر التعاون في مختلف المجالات وتعزيز التشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك ومن جانبه شدد البشير على وجود إرادة سياسية لتسوية أي خلافات تنشب بين القاهرة والخرطوم وقال إن السودان حريص على أمن مصر مشيرا إلى العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين كما تحسى الأخ الرئيس تطرقنا على مختلف القضايا والمشاغل التي تشغل البلدين والشعبين ونؤكد مرة تانية أن هناك إرادة سياسية قوية للتعاون لحل أي شكالية تظهر بين البلدين بل التعاون لتكون قضايا هي بناء لمصلحة البلدين ومصلحة الشعبين زيارة شهد خلالها الرئيسان احتفالية يوم الأسرة المصرية في الصالة المغطاة باستاذ القاهرة الدولية أنني أؤكد قناعة مصر بأن أمن والاستقرار ومصالح السودان كانت وستظل دائما جزءا لا يتجزأ من أمن والاستقرار ومصالح مصر أشكر حخامة الأخ الرئيس عبد الفتاح السيسي والأسرة المصرية على هذا التكريم المبهر الذي هو تكريم للسودان وشعبي وعلى حفاوت والكرم الفياض زيارة للبشير تأتي بعد أيام قليلة من زيارة اللواء عباس كامل القائم بعمل رئيس المخابرات المصرية للسودان ولقائه وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور وبعض المسؤولين السودانيين لبحث كافة الملفات العالقة وحل أي خلافات وتهيئة كل الظروف للعودة بعلاقات البلدين إلى مصارها صحيحة وكان الرئيسان المصري والسوداني قد التقيا مؤخرا على هامش اجتماعات القمة الإفريقية في العاصمة الإثيوبية أديسابابا وأكد على خصوصية وقوة العلاقات المصرية السودانية والروابط التاريخية التي تجمع البلدين وضرورة الحفاظ على الأمن القومي للبلدين لأن كلاهما حجر زاوية في الأمن يمكن زي ما حضرتكم سمعتوا في التقرير أن هذه الزيارة زيارة هامة جدا جدا وحتى السفير بسام رادي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قال أن هذه الزيارة أتت في وقت هام جدا تم خلال هذه الزيارة بحث كافة مجالات التعاون مشترك بين البلدين زي النقل والربط الكهربائي والنشاط التجاري والاقتصادي وأن الزيارة في هذا الوقت الذي له أهمية خاصة جدا من حيث الوضع بالنسبة للأمة والوضع الإقليمي والدولي واللي بيتطلب الترابط بين الأشقاء والأصدقاء أشار أيضا المتحدث باسم رئاسة الجمهورية على ما أكده الرئيس السيسي بأن مصر لا تحمل للسودان إلا كل خير وذلك كان خلال هذا اللقاء اليوم وأن هناك ثوابت راسخة للعلاقات بين مصر وأشقائها وكل الدول الصديقة وأن مصر وكادتها بتمد إيدها للجميع بصفة عامة ومسعيها صادقة للأشقاء السودانيين بصفة خاصة مصر تسعى إلى ترابط بناء وعلاقات صداقة حقيقية بينها وبين كافة الدول وأن بالفعل مصر يربطها علاقات خاصة جدا بالشعب السوداني وهناك روابط تاريخية وعلاقات نسب وقرابة وطبعا يعني أنه فعلا علاقة مصر والسودان علاقة أخوة إن شاء الله تظل دائما ولا يعكر صفوها أي شيء يعني نتمنى أنه يكون فيه يعني زي ما بنقول سمار لهذه القمة السريعة المهمة واللي كان تخلى لها حضور احتفالية الأسرة وشفنا أجزاء من كلمات الرئيسين وفي نفس الوقت برضو كان فيه هتفات من الحضور للرئيس السيسي بنحبك يا سيسي والرئيس أكد على أن أنا كمان بحبك وأيضا انتهز الفرصة الرئيس في هذه الكلمة ليشكر من شاركه في الانتخابات في الخارج وأيضا قال الرئيس أننا نمضي نحو مستقبل أفضل وضعونا خلال السنوات الماضية أساسا راسخا لدولة متقدمة وأيضا أكد الرئيس على أن ما يجمع البلدين مصر والسودان هو رابط مقدس مش بس مصر الشعبين الشعب المصري والشعب السوداني من هنا نخد الموضوع برضو إزاي غطيته الصحف المصرية كمة مصرية سودانية لدعم العلاقات التاريخية والسيسي أل حريصون على التشاور وتوسيق أوصار أتعاون بين البلدين والسيء والبشير قال إرادة سياسية قوية لمواجهة التحديات المختلفة ده كان تغطية جريدة الأخبار من داخل عدد في الأخبار كان في صفحتين لتغطية هذه القمة هذه القمة والاجتماع اللي تم في قصر الاتحادية قبل المؤتمر الصحفي والزعيمان يؤكدان همية تحقيق نقلة نوعية في علاقة البلدين تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي والزراعة والإنتاج الحيواني والنقل والبيئة التحتية أيضا في المؤتمر الصحفي أكد الرئيسين على العلاقة مع السودان الرئيس السيسي قال علاقتنا مع السودان أزالية ورابط مشتركة بين الشعبي ودين نيل البشير قال لمست صدق السيسي ورغبته في دعم العلاقات بين البلدين جريدة الأهرام أيضا في صفحتها الأولى قمة بناء التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مصر والسودان والسيسي ملتزمون بتنفيذ علان المبادئ حول صد النعضة البشير إرادة سياسية قوية لدفع العلاقات وتجاوز أي عقبات نفس يعني تقريبا نفس العنوان أو قريب منه في جريدة الوفد خلال مؤتمر مشترك مع البشير السيسي نسعى إلى شراكة شراكة تحقق المصلحة الأمن القومي لدول وادي النيل ككل لا يتجزم ودي برضو كانت مهمة شراكة في نهر النيل تحقق المنفعة للجميع ونواصل العمل على تنفيذ نتائج القمة السلسية بأديسة بابا حول صد النعضة